غياب كل ما يمكن مؤشرات تخلينا نعتقد أن هناك رجوع إلى الشرعية الدستورية والديمقراطية كي نحكي على الشرعية دستورية والديمقراطية مانيش نحكي على البرلمان قبل 25 جويل نحن كنا عبرنا قلنا أنه لمجال إلى العودة إلى الديمقراطية المخشوشة إلى الفترة ما قبل 25 جويل إلى برلمان ما 25 جويل إلى الحقبة متاع الفساد وترديل العمل السياسي هذا لا سبيل إلى الرجوع إلي لكن في المقابل ما أعطي نفسك على بياض ونبقى نتعامل بحذر مع هذه المرحلة هذه المرحلة بعد 22 سبتمبر أنا وحد من الناس عندي تخوفات كبيرة تخوفات كبيرة من تمركز السلطات بيد رئيس الجمهوري تعليق العمل بثلاثة أربعة دستور معناها بمقتضى أمر رئيسي هذا معناها مقرنين في حتى نظام معناها تقلبت البيراميد الهرممتع كيلسين تقلب ولننعلقوا العمل بأجزاء من الدستور ونخليوا أجزاء بأمر فما معناها انتهاكات قاعدة تصير اللي عبرنا عليها في كل مرة المتعلقة بالوضع تحت لقامة جبري والحد من حرية التنقل كيف زاد فما حديث اليوم في أواسط المحكمة الإدارية على ضغوطات سياسية مورسة على القضاة الإداريين من أجل إصدار أحكام بالرفض ضد التعون المقدمة ضد الإقامة الجبري هذي الكل يخليني أنا في ظل تمركز السلطات قبل على أقل كي كانت انتهاكات حق الإنسان كان عندك إجراءات تقوم بها تطعن قدام المحكمة الإدارية تطعن في قرارات معينة اليوم ما عندك حتى خيار حتى خيار حتى هيئة تعديلية أو رقبية تنجم تطعن في المقرارات نحن في البيان الخراني كنا لتنقيص من حدة تمركز السلطات كنا اقترحنا إحداث هيئة مستقلة تطعن بالمراقبة القبلية للمراسيم التي سيصدرها رئيس الجمهورية أو ما بعدها بعد إصدارها تشوفها لأنها متلائمة مع معروح الدستور والاتفاقية الدولية والمنظومة الكونية للحقوق والحريات طالبت بإحداث هيئة مستقلة تراقب المراسيم الرئاسية مورا تعليقك على الكلام هو في القانون وفي الحيث السياسية ثم مثهيم في أطفاضة خاصة هذه المفهوم تعد تدبيل السلطات لأنه توطح عنوان للتدبيل السلطات كل شيء أصبح مشرع لكن ذاك كيف كيف تحدثت على التعليق الديموقراطية 25 سنوات وعشرين والرابطة مثل العديد من مكونات المجتمع المدني حتى السياسي طالب دائماً رئيس الجمهورية بتقديم خارط طريق نحن بعد 25 ثم البعض كان يتوقع وكان يتنبأ بناءً ربما على معارضة الجدرية للإيصار وإلا حتى من خلال قراءة طول المشد علاش أيضاً الرابطة والمجتمع المدني محذرشوا إذا خارط طريق متاعه لأنه هنا في وقبل الوقات خرج حديث واجتمعته بعد لقاءكم مع رئيس الجمهورية هارة ستة وعشرين قيل أنه ثم تقريباً خارط طريق بسدد الإعداد بعده شوفنا كانت إتحاد الشغل تقريباً بادر قدم حاجة واحده لكن ما خرج إذا كمش نقوده في كل مرة نستنعه في تاريخ من 25 إلى 22 باش تقولوا راوة تعالق الديمقراطية بعد 22 سبتمبر ببنش عارف يجي التاريخ آخر تقولوا كيف كيف أصبح حال ورزة وكذا شنجموا ونعملوا حتى لا نصل إلى مثل هذه التواريخ التي نؤشر فيها ونسجل فيها تراجعوا جديد على الحريات شوف هو يعطيك صحة مراد على السؤال ما باليد حيل نحن راه منظمة جمعية متع مجتمع مدى الاتحاد العام تنسي للشغل سبق وأنه أعد خارط طريق يسميه هو مصفوفة إجراءات يجب إتخاذها ومثقفة زمانين لكن شو ما قاله الورقة هذه بالحق شو ما قاله لم يتم أخذها بعين الاعتبار اليوم نحن في كل لأن الأشكال النظرية في المجتمع المدني النظرية بينظفرين تختلف عن ما تقوم به صوتها وقال ما تقول به الحزاب السياسية نعم عندك الإمكانيات للتوجه للإعلام للتسويق للشارع وذلك الأشكال البداية المجتمع المدني يعرفها حتى في اتحاد الشغل أنا مثلا لوم علي أنه منهارة اللي هبطها في شعب نيوز من وقتها شو كان مطلوب يعمل المراد ما هو هذي هو رأو ساعات المتفرش فيرس معناها شاء به أخدمنا أو عنا تصور للمرحلة لكن ها بش نمشي معك نحن كل مرة نقوله رئيس الجمهورية ماذا بينا تشركنا في إعداد خارط طريق هذي إذا كل واحد بش يعمل خارط طريق وحده منشيره ما نعنيش بش نوصله معناه ما نحقه هذي وإلا بش نضغطه في أنه معناها تبنيها نحن ماذا بينا يبدو أنه رئيس الجمهورية ومؤكد أنه عنده خارط طريق ماذا بينا يستشيرنا عليها هو قبل قولوا شونا ورايكم مثلا نبدأ بقانون انتخابي وإلا نبدأ بتنقيح الدستور وإلا نمشي في انتخابات تشريعية مبكرة هذا هو معناها مش من منطقة فرض خارط طريق شوف خارط طريق بش تعد الرابط موجودة خارط طريق وعننا ورقة سياسية مش نقول واضحة وبريسك حاضرة لكن إذا ما يتمش الالتفاف عليها من قبل الطيف المدني والطيف السياسي وتقبل بها رئيس الجمهورية فما عملنا شيء هون وهذا هي الخدمة وين تكون أنه أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجمعيات تلتف حول خارط طريق أو كل ورقة تعدها منظمة أو حزب أو أي جهة مدنية أو سياسية معين نحن ماذا بنا خارط طريق الوطنية تنكب عليها كل الأطراف ينجم هذا توا مراد نرجع بيك في الأسبوع الفرد كثر الحديث على حوار وطن ورجع الحديث حتى في رئيس الجمهورية على حوار وطني ياسيدي مهوش حوار نسميوه نقاش وطن خوية خانت لم ونسكل ونناقش وخارط طريق الوطنية كيفاش بش تكون أو الإجراءات الوطنية للخروج من حالة الاستثناء هذا هو طلب معناه أما كل واحد راه يمشي يعمل خارط طريق وحده ويبدأ يدور بها أعتقد العمل الجماعي تقريبا المجتمع المدني لأسف وانا عمل المواقف الجماعي نهبطوا مواقف جماعي هذا هو معناه في علاقة بي نحن في الرابطة خيرنا أنه يكون هذا العمل الجماعي وإلى حد الآن نحن رؤيتنا للمسار واضحة وفي نفس الوقت زادة ما نساوش إلي نحن جمعية تودافة على حقوق الإنسان وأكثر من أنها مهتمة بالشأن السياسي هذا هو معناه بسيم قلت أن ننتظر من رئيس الجمهورية يشركنا حتى في نقاش وطني حول خارطة طريق أو حتى المسار القادم اليوم المؤشرات الموجودة حاليا تبين أو تدل على أنه قد يذهب رئيس الجمهورية في تشريك مختلف الأطيف ومكونات السياسية والمدنية في تونس تماموا أشرت الدول أنه نجم نمشيه في حاجة مشتركة اليوم في تونس والله أنا مزيل عندي أمل نبقى ديما عندي أمل أنه يتحول هذا المسار اللي إلى حد الآن معناها قلت تعليق ديمقراطية أنت انفرد به رئيس الجمهورية ديما مزيل عندي أمل هو بشرك المنظمات والجمعيات لبلور التصور إلى مستقبل تونس معناه في مرحلة ما بعدها 25 شرك فيها القواء الحية الديمقراطية الوطنية التي لم تتورد في المنظومة السابقة لم تتورد في إغراق البلاد في الديون لم تتورد في قضايا الفساد المالي والسياسي كل القواء الوطنية والسياسية تنجب تجتمع لبلورت فكرة معينة أنت قلت أنه نحن ساندنا الموقف والإجراءات المعلنة منذ 25 جويل للقطع مع عملية ترذيل العمل السياسي قبل تلك الفترة اليوم تراش أنه فيما نوع من ترذيل العمل السياسي وحتى ترذيل العمل المدني والحقوقي في ظل عدم التشار وعدم التشريط أما فعلية الأحزاب السياسية في العمل السياسي في إتخاذ القرارات في تحديد مصير البلاد في تكوين الحكومة اليوم كيمة الأحزاب كيمة الجمعيات الكل قاعدين خرجوا في بيانات خرجوا في مواقف مما يحصل لكن الفعل أو تغيير الأشياء من خلال العمل السياسي حال تعطالة اليوم تعطالة سياسية نجم يكون هني قتلك تم تعليق العمل بالديمقراطية نحب ونرجعه في أقرب وقت إلى العمل بالديمقراطية الحزاب تلعب دوره والجمعية تلعب دوره وكل يلعب دوره وفما السلطة التشريعية مونفصلة على السلطة التنفيذية وفما قضاء يخدم على روحه بالكيفية المطلوبة وبالنجاعة المطلوبة وبالحزم المطلوب في مرحلة كيفية هذه خاطر اليوم قاعدين نشوفوا القضاء مهوش متحمل مسؤوليته وفيه علاقة بالملفات الكبرى رغم اللي تحركت شوية دائرة المحاسبات وعدت الملفات متاع الخروقات اللي صارت في العمليات الانتخابية أما مانيش قاعد نشوف في القضاء قاعد يخدم في خدمته في هذه المرحلة شهرين ونص بريسك بعد 25 جولية من المفروض أنه كبرى الملفات المتعلقة بالفساد اللي تم حلها على الأقل نخطيه فيه خطوة ونقوله للشعب التونسي اللي قاعد يستنى في مثل هذه الإجراءات أنه القضاء راهوا قاعد يخدم على روحه ليحاسب من أجرى ما في حق البلاد بشي حاسب معناه الأحزاب السياسية اللي معناها خالفة القوانين في علاقة بالانتخابات في الفساد المالي والسياسي والإداري هذي الكل الشعب التونسي متعطش إلى المحاسبة والمحاسبة اليوم أعتقد أني ابتات وورانا ما عادش نجد يجبنا نشوفه حاجة معناها ملموسة حاجة ملموسة نتائج إلى حد الآن على مستوى السياسي مرينيش نتائج إلى 25 جولي للمستوى الاقتصادي والاجتماعي كيف الأزمة تتعمق على مستوى فتح الملفات ومحاسبة الفسادين لا يوجد شيء نحن رئيس الجمهورية وعن إخالات على القذاة وعن إقامات جبرية ما قولك اليوم على ذكر القذاة ما قولك اليوم في محاكمة المدنيين أمام القذاة العسكري نعود نذكر بالموقف هو أنا أستغرب كذلك إحالة منعرش كيفاش معناها في إذاعة ولو أني غير قانوني موذيع أو صحافي أعطاء فكرة معينة أو شخص آخر من الحضور ألقى قصيدة شعرية يمكن أنها معناها مست بهيبة وكرامة يعتقد أنه رئيس الجمهورية ولو أنه ما نسمعت شانال الوح أما ما فهمتش عليش القضاء العسكري من تعهد إذا ارتكب إذا ثبت ارتكاب أي شخص بغض النظر على صيفته كسحافي أننا نرجعو لهم بعض لجرم فالقضاء المدني متعهد هذي كييني رسالة اليوم إلى أنه معناه اشتقى في القضاء المدني ورسالة مخترة جدا اليوم إنسان شخص مدني في مكان مدني اللي هو قناة ولو أني غير قانونية عبر على رأي مهما يكون الرأي ومناش منتفقين معاه وفيه خروج على الأخلاق واللي تحب وعلى المهانية ما نفهمش عليه يوحال أمام القضاء العسكري ورح اليوم في ظل مجموعة الإقافات هذه والإحالات والمحاكمات اللي قاعدها تسير الرابطة قاعدت تابعة في ضمان حقوق الإنسان في المحاكمات هذه يعني أنه يتمتع المواطن التونسي بمحاكمة عادلة ولا إيقاف عادل يضمن له كرامته وحرمته الجسدية شوف هو هو المرحلة اللي وصلناها مازال ما فهمش محاكمات الكل من تم إيقاف ويتحال على التحقيق تم إيقافات دونك أي إيقافات يتحال على التحقيق ما يتحالش في محاكمة علنية أنا واحد من الناس باعتبار زملائي ينوبوا في الملفات هذه عندي معطيات على ما يصير في التحقيق ما هي مهيش جلسات محاكمة علنية لنتمكن من مراقبتها لكن عندي ديزيكو فما تفسير إجرائي معناها المحامين ديما يقول فما إخلال بالإجرائيات أنا أول إخلال أعتبره إيحالة المدنيين أمام القضاء العسكر أعتقد أن القضاء المدني يجب يلعب دوره اليوم نيابة العمومية نشوفها تتحرك في جرائم بسيطة عندما يتعلق الأمر بجرائم كبيرة ما تتحركش نيابة العمومية تسكر وذناها وتسكر عينها وبالتالي اليوم على القضاء المدني أنه يفق إختصاصاته وما يخليش والمحامين كيف عندهم دور يلعبوه في أنهم يدفعوا بعدم إختصاص القضاء العسكري في مثل هذه القضايا التي تعلق فيها الأمر بمدنيين وحتى بممارسة عمل الصحفي بين ذفرين أنا اليوم منعرشها تم العهد تعليق العمل بالمرسوم 115 و 116 هذا عمل الصحفي في قناة تلفز زي نعود نذكر غير قانونية واستعملتها حركة النهضة بشتبث خطابها وأنسي دوسويت ونعرفوا كل شي شنية حضروا فيها مسويم الدولة أي حضروا فيها مزروا حضروا فيها مسويم الدولة معناها اليوم هل أنه مزرنا نخدموا بالـ 115 و 116 ولا يقولون بشنا نبدأ واضحين بشنا نعرفوا أنه الرقعة القانونية اللي ينتحركوا فيها اليوم بالحق ما نعرفوش أنه الرقعة القانونية اللي نتحركوا فيها دا كورد وضع استثناء لكن يلزم وضع قواعد لللعبة اللعبة المدنية والسياسية والقانونية مش نعرفو فين قاعدين نتحركوا كل شي كما قلت 25 مرحبا وجبا معناها عمل شجيع قام بي رئيس الجمهورية القطعم على المنظومة السابقة أما لكن هذا مهو السك على بياط نجبنا نعرفو وين نتحركوا وراءنا كمواطنين نتوينسة يهمنا شأن لبنات ونتقلقوا على وضع البلاد يجبنا نعرفو وين ماشيين ويجبنا نشوفو إجراءات ملموسة في اتجاه القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية وكل الفساد في المجال السياسي والإداري علاقتكم اليوم مع وزارة الداخلية هل عدد قنوات التواصل بعد نعرفو أنه كانت مقطوعة منذ حكومة هشام المشيشي ورسلتوا أنتم كرابت رسلتوا مع وزارة الداخلية شني كانت إجابة رئيسة الجمهورية لحد الآن فما إجابة فما رد رجعتوا مع وزارة الداخلية ما تلاقينيش إجابة قاعدين نبعثوا في المراسلات كالعادة وأتمنى أنها تكون حتى معايتونيش ما قاعدوش معنا شبكت حكت موراد أتمنى أن يتفاعلوا هما مع المراسلات اللي نبعثوا لهم من الشيكيات بتاع المواطنين من الانتهكات النجم يتفاعلوا ما غير ما يراجعون أما ماذا بينا يراجعون ونرجعوا كي مقبل خطر في ظل حكومة المشيشي كان يقمع فينا المشيشي حكومة المشيشي ومن معه وحزيم السياسي كان يقمع فينا أما يقعد معنا يعايتنا ووقت يقمع ملائخ أي يقمع فينا ويعايتنا ويقعد معنا عاد كي يمشينيلو في آخر مرة وقت في فبري 2021 قولينيلو أخير GRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCR � decentralized 위د أنا حظي أن تدعم في أجل ثم حالة متى التجيش للشارع التونسي ثم حالة متى احتقان في الفضاء الافتراضي وصلنا حتى للباحة متى التخوين وهذا موضوع على جده الرابطة وحتى بعض القيادين في الرابطة كانوا ضحية ليه اليوم ما الرابطة كيفية ربما تشوف المسألة هذه لأن الأمر تخلط وحتى في بعض التظاهرات في الشارع نشوف أنه حتى عنف بنادي ولا بقاش عنف فقط نعم هو يعطيك صح مراد على السؤال هذا هو نحن ديما نختم في أقل من دقيقة نخدم معلاء القطع مع الخطاب العنيف والمتطرف حتى مقبل مقبل الخمسة وعشرين عنا تاو تلاثة ستين برنامج نخدم معلاء الخطاب العنيف والمتطرف اللي أعتقد أنه هو بدو يمس من حرية تعبير راوكي يوصل الخطاب العنيف والمتطرف والسحل الإلكتروني اللي واحد من ناس انا زادت عرضت له معناها حملات تخوين وتشويه وانسيدو سويد هذا بلغناها الرئاس الجمهورية رأسا قلنا له راهو مش معقول فما البعض من أنصارك اللي هو تبرى منهم الحقيقة معناها قال راهو معناش حليقة بالناس هذية بعض الصفحات اللي تسيب في الموقع أعتبر أنه شي يختير هذية معناها خطر في 2011 ما عمناش أزمة قيام واضح بسي عنا أزمة قيام ما نجمناش واضح شكرا لك نقطعه معاه هذا الخطاب العنيف والمتطرف شكرا لك بسيمة تريفي أمر اختير يس شكرا بسيمة تريفي نائب رئيس الرابطة تونسي للدفاع اشتركوا في القناة